رغم الجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوافق على إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا لانتشالها من الفوضى المستمرة منذ أكثر من عقدا إلا أن بعض العراقيل تحاول اعتراض المسيرة السياسية التي يحضر المجتمع الدولي من تعطيلها تعطيل هذا الاستحقاق أو حتى تأجيله كان أبرز ما حض عليه رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري الذي دعا لاعتصامات أمام مقر المفاوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض الانتخابات المشري كان قد حذر منذ أيام من اندلاع حرب أهلية والمواجهة بالسلاح لاعتراضه على قانون الانتخاب وأجراء الانتخابات بالشروط الحالية رفضا خوض القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر الانتخابات في السياق أكد السفير الألماني في ليبيا ميخايل أون ماخت خلال استقباله من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتقبل نتائجها من كافة الأطراف ورغم ما وصفها البعض بمحاولات وقف الانتخابات الليبية فقد شهدت مكاتب المفوضية إقبالا كبيرا من المرشحين في اليوم الثاني لفتح باب القبول إذ أكد مدير إدارة التوعية والتواصل بمفوضية الانتخابات خالد المناعي استمرار عملية تقديم طلبات المرشحين هذا ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا يناقش الاستعدادات الليبية لإجرائها الانتخابات بمشاركة الدول التي تسعى لاستقرار ليبيا وسط تحضيرات من مخاطر الدعوات لوقف مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد